اشتركوا في القناة في رمضان الكريم. سنذهب على الشأ الديني وعلى التقص الرمضاني اليومية وعلى الأجواء الروحانية التي نعيشها طيلة هذا الشهر الفضيل وأنا سعيد بزاف على أن نستقبل معي جوش ديال الضيوف مميزين والذي سيشاركونا هذا النقاش الهدف والجميل وأنا جيد سعيد على أن نستطف معي لأن لاحظنا خلالي أنت أول مرأة مغربية عربية وإفريقية حاصلة على الجائزة الأولى عالميا في تجويد القرآن الكريم في ماليزيا وأندونيسيا وكذلك باحث في سلك الدكتورة في إدارة الموارد البشرية لأن لاحظنا فرحا بزاف على أنك معي الله يفرك فيك ورمضان مبارك سعيد بسحة والسلامة وشكرا للصدافة بارك الله فيك كما أنا سعيد بزاف على أنني استضف معي سدي عبدالطيف الوزغاني إمام وخطيب وأستاذ القرآن الكريم وعلومه وباحث في سلك الدكتورة في جامعة محمد الخامس. سدي عبدالطيف أستاذ العزيز ورمضان مبارك كريم أهل الله وعلينا بالخير واليوم مباركة اللهم أمين شرفتونا بالحضور أستاذ عبدالطيف تحدثي لي عن الإمامة كيف تقدر تقرر بنا كثير من طقوس وكيف شكت هذا الأمر كتعيش يوميا خصوصا في رمضان الحمد لله هو قررنا من الإمام نعم هو الإمام الحمد لله كما كان نعرفه كاملين أنه الإمام هو نائب عن أمير المؤمنين في المسجد ونائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المقام هو مقام رفيع سدي حمد بمعنى أن الشخص الذي يأخذ هذا التكليف أو هذا الشريف يكون على قدر من الإيمان وعلى قدر من الصيدق وعلى قدر من الوراع ويكون أشد الناس حرصا على الحلموس والصابر لأن أي حاجة ممكن تتأخر فيها إلا وقت الأدان وقت الأدان وقت محدد التزام يعني نعم لأنه التزام أولا مع الله ثم مع نفسك أولا لكي لا تأخر صلاة إذا كنت معنا فرط ثم مع الناس مع الجماعة بمعنى أنك تكون حارسة للأدان في الوقت يالو حارسة للصلاوات حارسة على النظافة على الهندام المغربي وهكذا هذه كلها وهنا واحد المسألة أننا نحن في المغرب الحمد لله لدينا واحد المشترك نشترك يعني كي يبشي الدين مع التقاريد هذه خصوصية مغربية جميلة طبعا نشوفها نحن وحد المسألة المكان المغربية حادرة بقوة دائما المغرب والحمد لله هذا فخر يبقى أن المغرب هو بلد الاستثناءات بدون منازع عفتا أسدي أحمد قل لي كان تكلم لك مثلا أن المغرب فيه 52 ألف مسجد تقريبا يعني 52 ألف سلكات تختم في المغرب ما شاء الله هذا غير المساجد نهك عن الزوايا نهك يعني القرآن يتلى أهناء الليل وأطراف النهار في الصباح وفي المساء دور القرآن المدارس العاتيقة أسدي أحمد رأي تخرج ما شاء الله علامة مع هد محمد السادس القراءة والدراسات القرآنية مع هد محمد السادس المرشيدين وهنا سنجي لهذا الموضوع سنتكلم عن التجربة المغربية الفريدة وتصدار جلال حول أفريقيا سنرجع بتفصيل هذه القادية والتي تحسب لنا كبلد عربي مسلم وأمازيغي أنا أزدي أحمد أزدي أحمد أنا جلت بلدان عربية وخارجية تحديدا في الحقيقة يعني ما كانت لقوهم يعني ما شاء الله كيت تمنوا وبل جعلوا من التجربة المغربية في المجال الديني ما شاء الله ما تقدر تقولنا يعني كعطفا على الكلام سيدا بتلف وانتي عشتي هذه التجربة أرفعت راية المغرب عاليا يعني في دولي فيها قراء ما شاء الله يحسب لهم الحساب يعني ما شي مهم ليسير معروفة ما شاء الله يعني دولة الماليزيا واندونيسيا من خيرة يعني الحفظة والمهرة وجات شابة مغربية أنيقة بهندامها يعني وبتقابتها المغربية وانتزعت لقب عالمي أنا تشريف للمرأة المغربية قبل ما يكون يعني دي أنا شخصيا فالحمد والله كانت تجربة زوينة بزف وكان الهدف جالي هو أن الله هذا يتحقق بعد أكيد التقالي وضعتها في وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية مشكورة فكان السنة للي ستعتاشر سنة ستعتاشر سنة ستعتاشر سنة كيف كانت الأجواء كانت يعني أجواء دهشة رحبة خوف كانت تقا بالنفس كانت تقا بالنفس وكان لأن تبرك الله 54 دولة وكان ما شاء الله كتعرف أنت أستاذ ما شاء الله الاندونيسيين والماريزيين والدبطة والتبطة والحفظ والصوص وكانت تكلموا على أن كل دولة تسرد أحسن ما عندها وأجواء ما عندها تماما يعني التنافس على ونحن نحن أقول للي الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك حسن حدثنا وحمسنا الشباب اللي أنه هات سؤال الحمد لله هو أكيد البركة جال الدعاء أكيد وكنت مشيت كانت ذكر أنه محمد خالد أحمد خالدي أحمد مشينا ما شاء الله كان وجهوله تحية أستاذ تحية كبيرة لي ما شاء الله من أحسبه من خيرة القراء مشينا وحضرنا وقامت وقامت شعرنا التيارة بعدها ترائب لوقعونكم يعني فقامت خيرة فيها خيرة يعني مشينا ووصلنا من بعد في النهار جيلا في شتاح وكان خاصنا نحضر قد تم سمجة لغوات ماليزيا وكان كل واحد يحضر يوقف مور راية لبلاده وكنا خايفين أن لم يجدون مور راية لبلادنا لأن تكليف ومسؤولية وصلنا تقريبا ساعات طويلة لجل السفر وكما سنوصل لن المطار يجب لقاع الكبير يعني حتى الظروف كانت يدخل ولكن مزيان سبح الله لذلك الأوقات للشيد يخرج الأبطال سنعود لك سدي عبدالطيف ونكمل مع للاحظة من بعد أن يلقي سيدها هدرنا على الإمام نحضر على الخطابة نعم ما تقدر تقولنا تقدر تكلمنا عن الفرق ما بين إمام وخطيب وشروط التي يخصنا أن نلقوها مثلا في الخطيب للشيد نعم بالنسبة لإمام كما تعرف سدي حمد أنه يكون حافظ للقرآن الكريم وإذا كان حافظ للقرآن الكريم ودارس للعلم الشرعية فهو اني صار خطيبا والحمد لله يعني هذا والفرق نعم والحمد لله أنا الآن أشتغل مع وزارة الأوقاف وشؤول إسلامية جزاها الله خيرا خطيبا وكما تعرف سدي حمد الخطابة هي واحد العصارة التي تستغل واحد الوقت زمني معين وعلى فكرة أنا كنت ربما أقل أقصر خطب يمكن في الريفاط تقريبا تتراوح بين 7 دقائق إلى 12 دقيقة وكتحاول أنك تتكلم عن المواضيع المعاشة التي تشوفها ما قل ودل للأحسنة لأن الناس مساكن خدامي كل واحد من يجاي تغطب عيلا الاعتبار يعني الاعتبار يمكن أن تكون حرارة فكتحاول أنك تعطي مجمل الكلام صنب الموضوع ما قل ودل نعم وهنا لا بد أن نشير لأحد مسألة زدي حمد أن الموضوع الخطبة نختاره وهذا السؤال جاءنا ونحن نوجده البرنامج موضوع الخطبة يعني كتختاره يعني الخطيب يمكن له يختار الموضوع الخطبة أو لا يعني هناك موضوع خطبة الذي يكون موجد والخطيب يقوم بشرح وتفصيل أوزدي حمد نكون معك صادق وصريح أن المواضيع الخطبة جلها من اختيارنا لا أبدا خطبة مع هذا بعض المواضيع التي تكون عندها حالة خاصة تعالج مثلا مرة معنا في الخطبة الماضية احتكار السلع وكانت خطبة موحدة وكان المفروض أنها تكون موحدة لأنك تعرف في شهر رمضان ونحن نعيش لأجواء شهر رمضان السلع السلع كون أن الناس يخبئوها لكي تستطيع التفع التمنديل إذن هذا موضوع موحد أما باقي المواضيع الحمد لله تأخذ الحرية التامة في اختيار الموضوع مثلا مناسبة وطنية أكيد نعم بالطبع مناسبة نأت وتعالج تعالج ذلك التي تعيش وتعالج ولك الحرية التامة في اختيار الموضوع نعم هذا جميل ونحن نعود إلى اللحظ ونحن معك السؤال الأول والثاني التي لديه علاقة بتجربة التي عشتها ولماذا سؤال لأن كانت الكثير والشباب والشباب الذين يريدون نفس التجربة أولا إذا أردت نصيحة للشباب والشباب الذين يرون ما الخطوات التي يقومون بهم ويحدون نفس الخطوات ويحدون نفس الحد وماذا تقول من بعد عن البرامج التي تقيم ك كمقرأة شباب حصلة على جائزة عالمية ما تقول بالأساس بالنسبة للشباب ستجعل شيء مستحيل ويحدث لا يوجد 60 محدد مثلا كان نلتقي الكثير عن الناس يقول لي كبرت لا يمكن أن نحفظ القرآن لا يمكن أن نتعلم لا يمكن أن نحفظ لا الناس على 60 سنة وكتر يحفظ القرآن وفي ظرف وجيز وانا شخصيا كان ميدان بعيد جدا عن القرآن لقد كنت أغني لم أكن أبدا في هذه الميدان حددنا قليلا على هذا العدل جديد قل لاللحسنا الجميل لاللحسنا على أن شخصيا عفوية وكتبت قل لنا معك قل لنا أكيد أن المشاهد سيكون يعرف كيف هذه المسألة من الغناء محافظة الأب جالي هو الله يذكره بالخير تحيالي أستاذ التربية الإسلامية وتربية والأم ربت بيت وتربية الأسرة محافظة وكنت أنا الأبنة الأولى في سن ربما في 12 عام كشيرة كنت أغني وغنيت في مساريح ورقيت ما شاء الله واحد شجيع كبير أنا أذكر عن أستاذ الموسيقى كان يقول صوت جميل لكن بغايت تبناني سراح سأخرج على براء كانت كانت مغاير جدا على نقطة المشتركة كانت الصوت ومقامات موسيقية وعلى فكرة المقامات الموسيقية هي نفس المقامات التي تعتمد في تجويد القرآن الكريم نفس المقامات هي مقامات طبعا كفية الأصلية والفرعية والمركبة دروع البياتي كان دروع الحجاز كان دروع على السيكة هذا ليس للمقرأ يبشي مع المقامات ومسلقها وهذه نقطة جميلة بغي تتكلمين لأنه بزاف الناس يقول نفس المقامات ولكن طريقة فلن تحبس على أنه ساعدنا على فهم معاني الآيات ماشي نعم هو أزدي حمد الشيو إذا زاد على حده نقلب إله يعني أنه غناء ماشي نعم أن الصوت لا بد أن يخرج على مقام لا بد أن يقدب واحد مقام إلا أنه لا نجعل من المقامات الموسيقية هي المقامات الصوتية بمعنى أن التركيبة الموسيقية نضعها على التركيبة الصوتية في قراءة القرآن لأن القرآن الكريم يبقى كلام الله عز وجل وله هيبته وله الوقار الكامل فيقرأ بدون إفراط ولا تفرين يمكن أن تقرأ بواحد يمكن أن تتكلم بطبقات وبمقام نعم زيد وضحنا هذه المسألة زيد مثلا الإنسان يكون يتكلم سلام وعليكم ستكلم بمقام فالناس يقول لا لا يجب أن نقرأ القرآن بدون مقام لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يستحيل فأولى هو العلم بالشيء أنك تعرف لكي لا توقع شهر مثلا آيات لا تقراها آيات فيها وعيد فيها عذاب فيها مثلا أو لا آيات الفرح ممكن تقرأ بمقامات حزينة مقامات حزينة ربما خير مثل أدن يرفع أغلبية بمقام الحجاز ممكن ممكن قاعدة وإن خشوع وإن خشوع وإن الحمد لنا ما يسمى الصيغة المغربية أو هذه نتكلم على مقامات ونبدأ نعلم مقامات وندوز معك الطريقة المغربية والصيغة المغربية والقراءة المغربية فقني الله سبحانه وزاني نقرأ الطريقة المغربية خصوصا في مسابقات الدولية وذلك من الشرط لتقرأ الصيغة المشرقية لتكون تنافس موحد وعلى شلال لحظنا لأن هنا نسوق نسوق الصيغة المغربية تركيبة تركيبة نسوقها لأن هذه رسالة للناس الذين يتابعون لموذج المغربية أحكي لكم طريفة تحية من هذا المنبر تحية من هذا المنبر الشيخ الكبير سيدي محمد ترابي كانت من الشيفاء العاجل من المقرئين المعروفين بأن قراءة المغربية لديهم لا تناقش ومن الرواد المتسابقين والناس الذين كتابوا كانت نطلب من أن يدخل المواقع التواصل الاجتماعي ولمحركة البحث ويدير طريقة المغربية ويشوف للمسة مع كيف ما قلت كلام الله قبل قلت لك مسألة في الحلقة سدي حمد أن نحن لدينا دين يتماشى مع التقاليد نحن ونحن 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 على قراءة القرآن حسرين على أن التوجه في مجال الغناء ونحن المجال آخر للتجويد القرآن الكريم كيف كانت هذه تنزيسيون ما تقدر تقول في هذا أساس القدر لله سبحان و تعالى هو الذي يحكم كنت ماشي في هذا دومان كنت صفي كان يتبن ونحن خارج المغرب تعالى كنت تقول تعالى يشوف الوليد جالي يراقب يراقب ونحن يدخل شي يدخل ونعرف كيف وانا كنحيي لأن حببني في الميدان تجويل القرآن الكريم بطريقة لينة وهنا أنا كان أعطي رسالة للأباء أنهم يتعاملون مع أولادهم باللي يعني يريد أن يقوم في مجال معين أو في الدراسة أو أي شي يريد أن يقوم باللي غير القدوة بالفعل ليس بالقول أو تقوم بطريقة في مسيحة بالفعل فهذه أنا تحسب الوليد لي واحد النهار كنت كانت تفرج في 13 سنة كانت تفرج في تلفازة وغاد يعني ما كانت تفرج فيه جاء هو جاء معه واحد السادة قرص مدمج الشيخ مرحوم مستقيم نحن والله لم تتحدث لم يكن أنت شي سيحة لن يكن سبح الله سبحانه سبحانه و سبحانه و سبحانه و سبحانه تسخر لك الأسباب من المشي نسمع ذلك الصوت ما شاء الله ومشاهد الله يرحمه ولكني في نفس الوقت الكبرياء جالي لا يسمحوا لي كطيري كطيف لا شاب في 13 سنة محيدي الفيلم مغجل لله فسبح الله العظيم بقيت هكذا كنت سمع مر الباب بقى نعقل مشاه هو بقى زعمدوك الآيات كيتقراء وانا مشيت وكان سمع أمورها بقى زعمدوك بقى زعمدوك الآيات فكانت هذه سبحان الله العظيم كانت هذه هي القصد قلبي بقى زعمدوك مشيت وخديت له ذاك القرص خديته مصريحة وكان عندي ديك ساعة تعقل لك الورك مالكي مشيت حتى ذاك سيدوك كل ليلة كنت سمع نحاول نقل دوب بتاريق سوك وحطنا ريادات ستعليه يمكن وشي عشر يام قلت لما أجل تقول شوفوا القارئة العالمية قلت قارئة العالمية والشيخة وانا كشفت راسك هذه رسالة للشباب هذه رسالة للشباب والتي يشوفون الثقة في النفس وطموح نقولوا نحن في راس مالي لا قواعد لا حفظ وهذه من القواعد بالإضافة لا أسمح لكي نكمل على الكلام للحسنا القرآن كله خير أكيد لا شك فيها لا يوجد حاملة القرآن كان ذكرا أم أنت لا يوجد طريق القرآن إلا فتحت له الأبواب الحمد لله وحقق الله رجاءه وأعطاه من الخير الكثير وأفاض عليه من النعم بال وباركة في صحته نزيد ولا باركة للحسنا شوف سبحان الله هي عرفت القرآن حقيقة وتأثرت بالقرآن الذي هو أعظم كلام وطمحت فيما عند الله فأعطاه الله لحسنا نتكلم على القرآن وطرق الحفظ سوف نعود إلى عبدالطيف بعجالة ونكمل الحديث الذي يريد أن يحفظ القرآن ما لديك طريقة للناس الذين يشاهدونها توصيهم بها كيف يحفظوا القرآن الكريم أو لا يختموا القرآن في شهر رمضان كما قلت لك بالنسبة للذين يريد أن يختم القرآن في شهر الحمد لله حزب الصباح حزب المساء كما نقرأ في المساجد قدر أن يختم قراءة يعني حزب الصباح وحزب المساء هذه الطريقة الكلاسيكية المعروف الحمد لله ولي بها نحن كحفظ القرآن ولي بها ناس أميين يحفظوا بها القرآن ولي بها ناس آخرين يقرؤوا بها وقرؤوا بها مثلا يريد أن يحفظ القرآن طريقة الحفظ ومدة الحفظ يريد أن يحفظ القرآن الكريم بمقدار ثمن واحد في اليوم يريد أن يحفظه في عام وربعة شهر لأن القرآن ليس حال فهم حزب فهو مئة وعشرين نصف فهو مئتين وربعين ربوع فهو مئة وثمانين ثمن فإذا قلنا ثمن في اليوم فإننا كانت 365 في السنة ونزيد عليها 14 ويأتي سعدنا 480 علمياً إذا تومون في اليوم كي يساوي أن تختم القرآن حفظاً ففعام وربعة شهر طبعاً يسخص ويراجع وكذا أريد أن تحفظ تومون في اليومين أو أخرين في نفس الشيء هنا أريد أن أشار المسألة تفضل الوصول لله حسنة والوصول لي وباقي ما نصنع نحن باقي باديين لن يكون وكان لن يكون إلا بمشاركتنا في مسابقة محمد السادس الوطني هذه المسابقة وأنا أسطر عليها والجدير بالتكلم التي كانت باباً سدي أحمد لجميع القراء المغاربة الذين مثلوا المغرب كانت هي البوابة وهي الداعم وهي الأساس بالإضافة للمسابقات القناة الثانية وغيرها طبيعة الحال نحن نتكلم عن البرامج حديتي بشرف استقبال صاحب جلال الله ينصره ما تقدر تقول لنا على هذا الحدث؟ صحيح في سنة 2018 كانت استقبلني سيدنا الله ينصره وكرمني بمناسبة حصولي على اللقب لأول مرأة عربية تفوز بجائزة أولى عالمياً وقال لي بالحرف أنا فخور بك ما شاء الله كانت تحس به أب أب لي كانت أب خانون وحد الفرحة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فكنت فرحة بزاف وكانت سويني على ألباك وغد علي سويني على شنو كان أعمال ما شاء الله كانت تحس به أب وكان رعاية سامية في هذا الأساس أكيد أكيد فالحمد لله من بعد أتلقيت أيضا استقبال السكريم ملكي من قبل سلطان برونايدار السلام تحدثنا هذا الاستقبال كانت في الوقت الذي ستأتي فيه كورونا سبحان الله العظيم الصدف يعني الصدف سبحان الله العظيم فكانت في جنفير دميلفا يعني التصلوا بيها من السلطنة وأنني باش نمشي ونأثر المتسابقين في مسابقة وطنية تما كانوا ما شاء الله من خيرة القراءة تما فأثرتهم في ورشة دعمت يومين وفي نفس الوقت كان سيكون تكريم لي من قبل السلطان بروناي وأيضا من قبل وزير شؤون دينية وكان مبرمج أنني نزور كضيفة شرف في العديد من المؤسسات تسمى الدينية التي تعناها بالقرآن الكريم ومؤسسات كي نقول أننا في المغرب التعليم العاتيق وكذا وجامعات أيضا التي تعناها بالقرآن وعلومه فالحمد لله استقبلني واختتمت المسابقة في قراءة هذا ١١ دقائق في حضور جلوه وولي العهد جلوه والحمد لله قل المغرب لإعطاء في حالك إعطانا للحسن وهذا تكريم وتشريف للمرأة المغربية سمحولي نقول لكم هذه سلقة نقولها اليوم على غرار الحلقات السابقة أنا سررت كما سررت في الحلقات السابقة ولكن هذه الحلقة كما تشريف الحمد لله دينياً وخلقاً ما شاء الله لكم وهذا هو المضمور فيكم ونحن سعادة أننا نتونا معكم وأنا سعيد أيضاً لوجود ديريم على اللحسنة اليوم في حالك تشوف بعد المرأة الآن ستتلقى مع شخص يعمل في الحق الديني ربما كان واحد تتصور لا يساق يخبان نرى اليوم نحن حينها ذلك اللبس نسكت 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 كما نقول لك ما شاء الله الناس أهل الاختصاص أنا ما شاء الله أخذ روح الدعاء لا أقول لك ما شاء الله تشوفوا تقول الإنسر فغير موك يدحك بهذه الطريقة ومقبل بهذه الطريقة وبشوش بهذه الطريقة بالعكس هذا ما قال الحق سبحانه وتعالى لرسولي قال ولو كنت فضاً غليظاً قلبي لا نفض من حولك هذا هو المطلوب ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظة الحسنة وجادرهم بالتي تماماً والقال الحق سبحانه كذلك جعلناكم أمة وسطة أستقل الله العظيم أستقل الله العظيم لم يكن محسن من هذه العبارات كلام الله لكي نختم الحلقة والجميل على أنه لإنسان خصصك لك تشوفه القدوة تبليك في سلوكه وفي طريقته وفي معاملته حتى الدين أكيد إلى ما شفناش إلى ما شفناش لإنسان تماماً تماماً هذه رسالة يدعو بحاله قبل ما قاله هذه رسالة جميلة نختم بها للاحسنا نعطيك كلمة للناس الذين يتابعوك الشباب الذين يشوفوا فيك قدوة والناس عامة الذين يشاهدونها رمضان مبارك سعيد بصحة والسلام عليكم إن شاء الله الله يبلغنا ليلة القدر إن شاء الله بالمغفرة يا رب والعطق من النار كنوصين بسيوئيكم بالإخلاص ثم الإخلاص والمتابرة والجد نخدموه نخدموه على رأسنا دائماً الحاجة ما عجبتنا نعطيه البديل لا ننتقدوه فقط ونرجع للور وإنما نعطيه البديل في كل ميادين وكنت من الله سبحانه وتعالى يوفقني وهو إياكم إن شاء الله لما في الخير شكراً جزيلاً على الكلمات الجميلة والطيبة صدي عبدالطيف شكراً جزيلاً والطيبة صدي عبدالطيف ما تقول للناس الذين يشاهدوك والذين يتابعوك أنا رسالتي للشباب اللي بغى طريقه التفتح والتيسر أولاً يتقله عز وجل ثم أيضاً يبر بواليده لأن رضاء الله في رضاء الواليدين تهلف وليدك كن دائماً سمح كن دائماً معطاء وأكيد أن الله عز وجل مصداقة لقوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب إذا كنت بهذه المبادئ فتيقن ثم تيقن ثم تيقن أن الله عز وجل سيرزقك الخير كله إن شاء الله بإذن الله أنا فرحت بزاف بالحضور ديلكم ما سخيتش بكم بخير لكن الإخوان كي قلنا على أنه وقت البرنامج استوفاء أستعبدالطيف شكراً لك جزيلاً على تلبية الدعوة بارك الله فيك الله يبارك فيك سدي أحمد وأنا سعيد جداً بوجود ديري معنا شكراً جزيلاً للحسنة الله يحفظك سأنا سعيد جداً بحضورك معنا دي يوم وشكراً جزيلاً للحسنة إن شاء الله كنا نعرفه من قبل ولكن ما أسبقنا نشت تلقينا فكانت مناسبة وكانت أخير أجواء جميلة لك شكراً لك بارك الله فيك الله يبارك أما أنتم مشاهدين الكرام كانت مننا على أن تكونوا لمستوا صدقاً هذه الأجواء الجميلة التي نعيشها والتي عشناها طيلة هذه الحلقة كانت منكم رمضان كريم بصحة والسلامة وبكل ما نتمنى سنستغل فرصة كيف مالعدة قبل ما نختم الحلقة لكي نشكر الطاقة التقني لكي سهر على إعداد وتقديم هذه الحلقة أما أنا سنقول لكم إن شاء الله نتلقوا في حلقة مقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر